تمام طيب تعالى كهربا مين اللي عمل عليه عقوبة واتنين مليون دولار وخمسة في المية اتحاد الدولي لا لا ما ينفعش هنروح لمحكمة الكاس محكمة الكاس العقوبة اكبر وبتزيد اتوقف ست الشهور بعد ما ست الشهور اتوقف لعب قال لك انتصرنا انتصرنا علي يا ابني ما قدم اقوف ست الشهور وعليه تسعين مليون جنيه لا انتصرنا احنا جمدين قوي يجي هنا الاتحاد يجيلو جواب رسمي من لاجلة الانضباط فيجي تليفون للاتحاد الكورة يقول له بقول لكم ايه ما 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 اطلعش ما تبعتلناش الجواب النهاردة عشان بالليل عندنا ماتش اسموحة وبعد كده عندنا توقف اكتر من خمستاشر يوم ماتشين الرجاء فخلي كهرابا يلعب النهاردة وبعتلنا الجواب بكرة فالجواب يروح بكرة يروح يوم تمنتاشر وهو جاي للاتحاد يوم ستاشر حاجة يعني ويجي يقول لك ايه خلال عشرة يام سنكتامع وانا اتخذ القرار يعدي تمنتاشر يوم ولولا ان الزمالك هدد بالانسحاب رح عملوا الاجتماع طب لك هنعمل الاجتماع ازاي طب دلوقتي انا لو اتخذت قرار بان مسلا الغاء العقوبة انا عايزه يلعب السوبر لو اتخذت قرار بإلغاء العقوبة هشكل يوحش جدا لان هو شتم وعمل احياءات جنسية وهيبقى شكلنا من ايه البنيلة طب لو اتخذت قرار بعقوبة اربع ماتشاط من اتناشر ما هو كده كده برضو مش هيلعب السوبر طب اعمل ايه يا جماعة بقول لكم ايه روحوا ارفعوا قضية في القضايا الاداري ودي تبقى الحجة اللي استند اليها هو كده كده القضايا الاداري مش هيحكم وكده كده بيمنع ان انت تروح للقضايا الاداري وعد يقول لك ايه ما مرتضى منصور يا ما راح للقضايا الاداري في حالات تانية وكنا بنقول وانا مش في قرارة الزمالك كنت بنقول غالط قال لجوء للقضايا الاداري في الامور الخاصة بقرة القدم غالط تمام وهبعت لك يا كريم اللايحة ولا مش عارف انت معك ولا انا كنت نزلتها على صفحتي اللايحة اللي بتقول ممنوع تمام طيب اما نيجي نتكلم اه 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 على التزبيط فنقول بسم الله ما شاء الله التزبيط كان على ودنه اه اه بالنسبة لنادي واحد واحنا الحمد لله رب العالمين انا سعيد وفرحان ومستريح ومبسوط مش انا بس والله ما انا بس كل جماهير نادي الزمالك العريضة والكبيرة بعد تلك يا كريم اللايحة وبالتالي لان جمهور الزمالك ليه جمهور الزمالك عايز يلعب في مناخ صحي مناخ تنافسي محترم يدي كل واحد حقه يدي للمظلوم حقه يعاقد الظالم اللي شتم من نادي الكبير ده والشتم من نادي الكبير ده مين اكبر ناديين في مصر الزمالك والاهلي انت لو كنت عادل ما بين الزمالك والاهلي وكنت عادل بتدي المقولين حقه على الزمالك وبتدي انبي حقه على الاهلي مش بالقوي باللوايح والقوانين انت عمركم عملتوها للأسف على مدار السنوات الواحد تحمل ملا يتحمله بشر حاجات ضد القانون كتير ويقولك قيم ومبادئ يعني ايه يعني ايه حسن حمدي يبا رئيس وكالة بطرع عندية مصر وهو رئيس النادي الاهلي يعني رئيس النادي الاهلي هو اللي بيدينا فلوس كلنا حاجة ازاي انا اكون واخد سبع مطولات في موسم ونص واحسن نادي في العالم واخد ربع اللي بياخده النادي الاهلي عشان كابتن حسن حمدي رئيس وكالة الاهرام للإعلان ليه يعني ليه ان شاء الله ويقولك ايه كابتن حسن حمدي رئيس وكالة الاهرام للإعلان هيبعد جواب مزايدة لكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي يعني كابتن حسن حمدي رئيس وكالة الاهرام للإعلان هيبعد جواب مزايدة عشان خش مزايدة فكابتن حسن حمدي هيودي الجواب الساعة تلاتة والساعة ستة هيروح النادي الاهلي يستلم الجواب. اللي هو بعته. فيفتح الجواب اللي هو مش عارف فيه ايه? تمام? ويرثي الموضوع للنادي الاهلي. واحتمال كابتن حسن حمدي ما يوافقش على اللي بعته كابتن حسن حمدي. فيروح باقت جواب تاني لكابتن حسن حمدي. يقول له يا كابتن حسن حمدي. اللي انت بعتقولي ده انا مش راضي بيه. فيرجع كابتن حسن حمدي لو كارتن الاعلان يستعمل الجواب اللي جايله من كابتن حسن حمدي. فياتفجي بيه. يقول له ازاي? ازاي يا كابتن حسن? هقول له بقولك ايه ابو علي ما يفعش كده. هو ده اللي بيحصل في كرة القدم في مصر. وييجي بقى بعد كده يقولك ايه? ساز مصطفى مراد فاهمي. له كل التقدير والاحترام. يقولك ازاي? ازاي? المدير التنفيذي للاتحاد الافريقي يبقى عضو مجلس ادارة في نادي. يعني المدير التنفيذي لكل اندات افريقيا لكل اندات افريقيا. مسؤول على الرجاء وعلى الترجي وعلى الزمالك وعلى الاهلي وعلى مازمبي وعلى غانا ونيجيريا والسنغال وكل الاندات وجنوب افريقيا وسانداونز. انا اسف ان انا بقول سانداونز يعني سانداونز. وكل الاندات دي ويجي ايه? يقولك هو عضو مجلس دارة الاهلي. فييجي الزمالك واخد تسع بطولات. بجيقولك انا حطيت نقط. نقط ايه? النقط دي عشان تصنف الاندية للمشاركة في البطولة. ده يبقى على راس مجموعة. ده يبقى على راس مجموعة. ده يبقى في مجموعة تانية مجموعة تانية. لكن ما بتيجي تحدد من الباطل بتاع الحقبة بتاعت الزمن دي. فحضرتك ما بالنقط حضرتك. بالبطولات حضرتك. دلوقتي بقى? دلوقتي. الاكسر تاتويجا. بحاجة يقوله الاكسر نقط. بيقولك انا بنافس ريال مدريد. ليه يا عم? انا واخد بطولات في القرى اكتر. ما عرفش ايه. طب انا كنت واخد بطولات في القرى اكتر. لا باشا. دي بالنقط. طب مين اللي عمل كده? آآ مصطفى مراد فاهمي. انت عندكم نظرات المؤامرة. ليه عم نظرات المؤامرة? او مش دا كان عضو مجز دارة الاهلي? آآ والله يرحمه ابنه كان مؤسس اهلاوي? آآ. ده بس انتو ايه نظرات المؤامرة دي? اول ما عمر الجنين يمسك. يا نهاري سوي ده عمر الجنيني. ده مشجع تلت درجة تلتة زمال كاوي. يا نهار بيض. ايه اللي انتو بتعملوه ده? انتو تجنانتو? ده عمر الجنيني ده. رايز? على شيكابالة. وعلى امام عشور عشر ماتشاط. وروحنا للتظلمات ما وقفتش الاستقنفنا ما وقفتش الاقوبة. عمر الجنيني. فيجي عدل القيعي. يبقى في اتحاد الكورة? فيروح مطلع عقد اسلام الشاطر? وهو مسؤول في اتحاد الكورة? ويخلي اسلام الشاطر ينتقل من الزمالك للاهلي. بالعقد اللي عنده في اتحاد الكورة. يجي الاستاذ ماندوح عباس. امين سندوق اتحاد الكورة. يوافق على قرار بايقاف ابراهيم سعيد. ست شهور وعقده انتهى. زي عبدالله سعيد كده. ست شهور وعقده انتهى ومضى عقد جديد مع الزمالك. اللي هيقول له لا 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 ما ينفعش. لازم ننتقم منه. لما احنا عندنا الدرعات بتاعتنا الاذرع بتاعتنا. نخلص عليه. ست شهور ومليون وستمائة الف جنيه. غرامة ويبضل موقوف ست شهور. احنا بنتكلم على كهربا. يتوقف اتناشر ماتش. وهيتخفض. هو طبعا هيخليهم ستة. يعني يا فهم الحاجات اللذيذة دي. تمام? نتكلم على واحد عقده انتهى. عملوا محكمة رياضية. حكمت لابراهيم سعيد واتلاغت المحكمة رياضية في مصر. يا جماعة تعال نشوف اللايحة بتقول ايه? يا جماعة دا حاجة اكسم بالله انا مش عارف احنا عايشين في تنافس ازاي كده? يعني بجد احنا عايشين في تنافس كروي ازاي كده? ازاي احنا متحملين كل ده? طيب يا ناس اهو. لا يجوز للاندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لاي من المحاكم المدنية او الادارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم يختص المجلس دون غيره بتفسير اي من مواد هذه اللايحة في حالة الخلاف على تفسيرها وذلك بعد تقديم مذكرة من اللجنة تخيل اما المستشار عادل الشربجي يقولك يقولك ايه? يقولك احنا مش ينفع ان ننظر في الموضوع عشان فيه قضاء داري ما هو عنده لوائح بتقول ممنوع اي نادي يلجأ وايه? واللجنة اللي فيها مستشارين زميله هو بيقافوا كأنه بيطعن فيها يا جماعة بجد حاجة غير طبعية يعني اللي بيحصل ده حاجة غير طبعية فوق الوصف اشتركوا في القناة